السلام عليكم الإخوان والأخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ونتمنى الله تكونوا في أحسن الأحوال بعد نجاح القصة دي الفاطمة الوزانية بعد نجاحها في تيك توك اللي حصدعت كتر من مئتين وعشرين ألف مشاهدة عدد اللي أو لا رقم اللي ما ساهلش فقررت ندي لكم قصة أخرى ونزولا عند رغبة العديد صرتو متتابعين ديالي في انستغرام ونزولا عند رغبة العديد الصنداج وشبغيتوا موضوع تقافي وقصة واقعية أكثر من ثمانين ألف بغوا قصة واقعية فقررت ندي لكم قصة واقعية واللي كانت في المغرب بين قوسين سوف نفتح واحد القوس وسمحوا لي اللي أطولت عليكم في مقدمة وصلوني بزاف ديال الميساجات سيرتو في تيك توك اه هاد القصة ديال فاطمة الوزانية اه هاد القصة اخديتها من عند هذا اخديتها من عند هذا اذيك القصة اضروا عليها بزاف ديال اليوتيوبر ما عرفت شانا عليش اضررت عليها بداوا كيقولوا لي اخديتها من عند هذا اخديتها من عند هذا اذيك القصة اذيك القصة رعا كأنني اضرت على تاي تانيك و اضرت عليه شي حاجة فاذيك القصة رعا هادرين عليها بزاف مش غير واحد وليجوج هاد القصة هذه اللي غادي نعود لكم مكينش في اليوتيوب وقصة واقعية ويعودوا لي ناس مقرمين ومكينش في اليوتيوب والله ما واخدهم اليوتيوب انا حلف جقا انا اصلا راه الناس اللي عارفيني انا راه كندير المحتوى ديالي من بداية الاول فيديو راه كندير محتوى ديالي ودائما كندير محتوى ديالغير مش منطحش في المونوطون منطحش في ذاك الشي ديال الاعادة لدرجة انني مؤخرا مشيت المدينة الريباط وما بغيش ندير فيها فلوغ لانني درش فيها فلوغ اه مؤخرا اذي عبش تعرفوا بسم الله على بركة الله بده القصة ديال اليوم القصة وقعاش في مدينة بنيم الليل فا حد شاواريا ديال بنيم الليل كان خياط من النواحي ديال مدينة العرائش كان خياط وخياط ليلة شو رجال واحد من هار غادي يجي عندي شجر شجر المعرفة مدينة بنيم الليل و سيطلب منه و قال لي اودي راه سمعت الام ديالي بغى تمشي لواحد العرس و بغيت ندير لها مفاجأة و نخيط لها تكشيطة قال لي راه ميمكنش نخيط لها تكشيطة و انا ما عرف لها مقاسات ديال الاول و بالضروري خسجي و فعل الام ديال تاجر جاج و اخدع لها العبارات و دير لها تكشيطة و وارة اللي فرحاش بها الام تاجر فرحاش بها بزاف تاجر من اللي غديشوف الام دياله تاجر فرحاش بها بزاف و تاجر فرحاش بها بزاف و سيطلب الخياط مزيان سيطلبه لانه كان تاجر و لا بس عليه و بعد مرور الايام سيطلبه و سيطلبه و سيطلبه و اخدع لها العبارات و سيطلبه برباطية و اعجبات تاجر بزاف و ماذا يطلبه علاقة صداقة و سيطلبه و بعض المرات الخياط يمشي عنده لنحل تاجر و تاجر يجي عنده و لو يقلسوا تاجروا مع بطياتهم كانوا بجوجهم ما مجوجين و متابعهم لصداقة و كانوا يمشي و يقلسوا فقه واوة و ما كانوا يخبيوا على بعض اياتهم و واحد النهار تاجر غدي يقول الخياط انا راك نعرف واحد البنت اللي مدة ازيد من ثلاثة سنوات و راك شفتها هاد اليوم هادي راه في منعها يطلع يجب دلي الجوج في منعها يجب دلي الجوج و يقولي الخياط راحتها انا راه الام ديالي راه لاسقها لي بش نتجوج بنت خالتي راه دي مكت قال لي راك نتجوج بش نتجوج بنت خالتي هاديك البنت اللي كانت مع التاجر عليش كانت على الجوج انا نقول لكم ليش كانت هي بعدها ياتيمة ما عندها اب لأم كانت عندها اخت وحدة هاديك اختها كانت مجوجة و كانت عايشة معهم عايشة مها اختها و راجلة كانت جات و ام وحد الفيزا او وحد القرعة و يخرجوا ببرا البلاد ما عرفت البلد اللي كانوا يقالوا فدك الشياليش عرفت راسة غديش مقابقوا حدا وهو ما كانوا غير كارين ما هي مخدامة ما اوالو فعرفت راسة غدي تكرفص فدك الشياليش كانش لاسقها تشاجر بش تجوج بيع تشاجر هدر مع الام ديالو قال لي اشكين واشكين واشكين قلت لي ما شيم واشكين نخطب لك اوليدي هو ما كانش عنده الاب ديالو كان متوفي دك الشياليش و هو خدا شاب و قلت ليكم شاب و معروف لانهو اخداء كم من بيت الاب ديالو و يكمل في المسيرة ديالو ببادة كشي على الشواء معروف مشيت لام ديالو و خطبات لي ديالو شو تجوج بيع بعد مرور اشهر كان قرر بعيد الكبير الخياط كان كيمشي غير المناسبة للبلاد ديالو قال له ديالو فرصة نضربع صفورين او ثلاثة عصافر بحجر واحد نشوف الاهل ديالي و من هن دوز ماء و ميد كبير و من هن تجوج على ثلاثة عصافر بحجر واحد و داك شي ليدا مش هدوز ماء و ميد كبير و خدمت خيالتو و جيبها البني ملة الخياط تجوج والتاجر تجوج و بقعت صحبة بيناتهم واحد من نهار كانوا قاسين في قهوة والتاجر يعود الخياط قال لي و ديال المرأة اللي خديج راه قاهراني بتشي ديال الماكياج و تلبس ماكياج منيش الدماري و غير ديال المصاحيق كأنه تشكل الخياط والخياط غير كيسمع قال لي و ديال المرأة هذي قاهرات كل مرة كوافر في غادة نغاد الحمام مقابلة لي غير راسة و قال لي و رعيت معها والله يهدير قال لي انا ما كنشكش فيها و ديال ولكن قال لي و ديال القاعدة اللي فيها و ديال بيس قال لي ما كياجبنيش كأنه كي تشكل الخياط والخياط غير كيسمع كيشوف مرتوب مرأة كيما كنقولوا بلدية ديال الدار كتعرف غير العجينة صبن صيادة كيما غادي نقولوا الخياط خدر مرأة بلدية ديال الدار والتاجير خدر مرأة عصرية مرأة ديالي راكم عارفين هذي المرأة بعد مرور الأيام والأشهر والأعوام وبقاة العلاقة بيناتهم الخياط غادي ولد منش والتاجير حتى هو غادي ولد منش والتاجير كان باغي ولد ما كانش باغي بانش ولي العاد كان باغي ولي العاد لي كما هو مع الأب ديالو باشي ولي كما الحشوة في المسيرة ديالو لا ماتش بحلا ما كانش باغي ديالبانش بعد مرور الأيام والأشهر الخياط غادي ولد منش وبعد مرور أيام التاجير غادي ولد منش وما كانش باغي بنت تاجير كما كتلكم في اللون ولا الخياط عنده وجوج ابناش والتاجير عنده وجوج ابناش الخياط من اللي ولد البنت تانية غادي دوز من واحد الأزمة خانقة لدرجة أنه المحل ديالو كان غادي تسد هناك كجبان صداقة هناك كجبان الأخوة والرجولة ماشي الأخوة والرجولة يريح نشرب مع القهوة الأخوة والرجولة كجبان في المواقف وقف مع التاجير وعاونوا ومولوا ورجع الخياط ورجع الخياط كم مكان كم مارس العمل ديالو كان واحد منهار وهناك كيف سيبدأ القصة ديالب الصح واحد منهار التاجير غادي يجي عند الخياط وغادي يقول ياود رجعتني واحد سلعة من برا هات السلعة دي را عمرني شفتها وعمر هاد خلاش عندي اللي ماحاء كي خسني ضروري يمشي لطانجر را هكينا في القور دابا خسني ضروري يمشي لتمنر ونشوف هات السلعة وإلى عجباتني هات السلعة را غادي نخلصها وغادي نجيبها معا هات السافرات ديك نقدر نتعطل أسبوع أو أسبوعين اللي كان طلب منك هو وقابل لي الدار للمرأة ولي البنات لخصة تمشي حاجة را كنت أتمك ولي الوالدة حتي أمك أنت عيشها في الداخرة ووالدتها يطلع عليها مره 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 إلى خصة تشي حاجة را قوم بالواجه را أنت راول الدار وذلك الشي اللي كان وذلك الشي اللي كان سافر تاجر نهار اللون نهار تاني الخياط غادي يقوم باللازم مشا تقداجوش تقضيات سبق الأم دي التاجر ياللولة أعطاها تقضيات تاني غادي بيها المرأة تاجر غادي توقف الدار غادي تقول شكون غادي تقول عفلان يا دي الجا كتعرفو عارفة بأنه هو رأى الصاحب وفيجي يخيطوا لأشيج اللاعة بعد قاتلي تسنق ابقاش وحد جوزاضكي وويفت تخرج عنده حليتلي الباب غادي تخرج عنده بوحد اللي باس اللي باس محتاشي لباس موتير وشافة هذا شيقال عذوبي اللاعة باش رجعت لي لادرة اللي كان يقوللي لصاحبه كان يقول بكاتلي بيش اللباس مشي ووهه أعطاها هاديك تقضيات لقد قلت له باستخدام تأخذ شرباة لم أتحدث قبل صرفتها لقد قلت لي وضعها هذا هو شابت لي وضعت الحلوى كله حوى عيني مرة مرة هادرة من هنا رجل امرأة تالي تومة والشيطان ووقعه في الخطأ واذا يتحدث من علاقة بين الخياط امرأة تاجر واذا يتحدث من علاقة ؟ في هذه المدة التي تجري مسافر كاملة دوزة عندها في الطالب كاملة فيما يمشي عندها أو داخل الخارج من جاء التاجر تزيرت شوية القادية ولو كيت تعيطه في التليفون كيمشي للتاجر المحال كيت تعيط عليه كي يجي وبقى على هذه الأيام وأسابيع وأشهر حتى لوحض النهار مرة تاجرات تعيط الخياط أقول لي شوفه فلان راني حاملة وبواحد النسبة ديل تسعين فلمية هاتشي لي فكر شيراه ولدك أو لابنشك الخياط بحلش دوشي واحد وصرفه يلا هو فاق من الغيبوبة ويلا عرف كان كلات لي عقله وكلات لي مخه يلا فاق هو من الغيبوبة وعرف راسه ووقع في الخاطئ وقال أشه التاني أشه قال لا أشه بغيش عندي أشه هاد الشي هذا أشه كيت قولي أشه بغيش عارفين يمولوا ويحيد من المرتشار والخياط بقاش غير كتطلع و تنزل فيه ووش هادا ولدي ووش هادا بانشي ووش هادا بقا مش طون بحل منك آخر لديك 6 شهر كاملة يحامل في هذا المرة و هو غير كيف فكر في هذا الشي كرايح ما على التاجر و تكشي حابسوا عدو لداخل و مقدرش يقول لي راب والمرة بديو 6 شهر و المرة لم تولاد غير والد والتاجر غادي فرح بوائدك الولد وحد الفرحة لا تتصور كفرحة لقاء يعقوب بابني يوسف او لا زكريا بابني يحي ففرح بزاف ودير السبور عايط على النجوم المغاربة وشي تلت شيام والاربع ياما دي السبور وخسر الفلوس مزيان لانه كله بس عليه فرح حيش كان باغي ورود العام الاول العام التاني العام التالج الولد امو يبدو يبانوا الملامح دياره الولد طلع شهب عيني خضرين ما كيشبهش الاب كان صمر كيشبه الخياط كيكونوا قاسمين في القهوة ومعا كان الولد عزيز عليه كيديه معا القهوة كيشوفو الناس كيقولوا الخياط مروك زيادة ومعا كانت جائبا الشيء كيقولوني يا امي الله رمشي ولدي انا ولدي أولدي كي ماذا جدا كانت تزير ابوه ميك يسمعه مشδήل موك يزيع بحل الكي أذيك الهضرة اللي قاتليه المرة راه كان وقاش غير كيطلع وشابات الخياط هنا كيطلعوش وشاباته وقا صابر صابر حشي غادي تفرق علي ذاك شو شو غادي ترعلي حيش بجي مارد سكري الحاد هذا السكر يحيد وغادي قطعوه لي الرجل من الفاخد والسوق الحد دي لدي الخياطة هذا بحل ما خياطوش لي ذاك الرجل مزيان هادي تصاب بصراطان في ذاك البلاس ايجي صراطان السكر السكر الوار السراطان المحال غادي تسد ايو اللي مقابله ايو اللي في الفراش ومع ذاك التاجر كان يجي عنده وقال مكانش كيفوتو كان هذا التاجر كان ولد الناس معنى الكلمة ومرض يمعم ويمشو كان مزيان هذا التاجر والخياط كيت عدب اعرف بي انه بانت فيه الامارة بانت فيه وحل النار عاية المرشو ويفرق على الرمى نعود لها كل شيء قال لي اشنوطرا واشنوطرا 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 المرأ قول لي اي حاجة الا الخيانة مده تتغوت عليه يا بود الحرام ماركو معرفين العيالات يا هادي يا الغدار يا هادي اشدارج هزت لي التليفون خدا تولي وغادي تشد بناتها وغادي تمشي لنا واحدة المدينة العرائش في كين القرية ديها دا دا مرور يومين مارة الخياض غادي تشد تليفون واش عاية للتشاجر وياش عاود ليه كل شيء قلت لي اش كين واش كين تشاجر تصدم مع قطع مهاها مش يدير اش كي يجري عن الخيان اي 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 يكفي ordinance ياه يلاقي الشيء هذا Un تشيط غير كيبكي مجاور لم تتورى قطع Всё بانا ذلك لا تس ardع مجاور تاجر ما غادي خرج من الطار حشا غادي تأكد بأن راديك الشي راها بصح غادي يمشي عند المرأة دياله وهنا كان حاكيم هو هنا را ما شي بزال غادي سحابه غادي انتعاقمه يبدي قتلة ما كين شادي الشي هذا أشي غادي عاية المرأة بشي تكون فير ميليا ذيك لهضراء المرأة واجهة بالأدي الله عاية طعش عليه فلنه هنا والسيد بفمه وقليت حتى هي عطار فاش قلت لي هذا الشي اللي كين قال الخير اللي غادي نفيد ندير فك وغادي نطلقك وغادي ديالك الولد هذيك المحبة اللي كانت لهذيك الولد رجعت كاملة كراهي ورك عارف ولا كان شي واحد كان شي كتتعزيز على كوادي وتتقلب هذا الشي كامل فارا كيتوليك تكرهو ذيك الشي اللي طرح ولا كي يكره هذيك الولد ولا كي يكره هذيك المرأة وطلقها المرأة ما عنده فين غادي تمشي اختيها خرجيها بره البلد بقاش هذيك المرأة مشاردة في مدينة بني مني الخياطة شغادي طرالي واحد شاد الفراش نو خاصوه خاصوه تجهلو خاصوه اللي قابله ما كينتشي واحد اللي قابله شحال عادي كان الخياط كي يجي مره مره يجي بليه تيسير هذي تتاجير ضرب عليك ما بقاش كيمشي عنده وشنو غادي طرال الخياط الخياط غادي موج وشنو غادي طرال المرأة تتاجير اللي اولا شنو غادي طرالي عادي غادي شوالي تلب هذيك الولد في السطوب شوالي شوالي في حدا المخبازه غادي تشرع من ذيك الاباها كيم ما كنقول ولي كانتش فيها وليش في اسفل السافي وتتاجير شنو غادي طرالي غادي جيب لي الله وحد الامرأة سبحان الله مرأة جميلة واللي غادي تجمع لي الأسرة ديال وبناتو وغادي تديرهم بحل بناتو وغادي تولد معه جوجولان كانتش هذه القصة ما باش نطول كانش هذه القصة قصة اللي مليئة راد الحق يا السادي مش حق روايش راه مليئة 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 ها الميصات فراء على الأقر رفاشة ربعة أولى خمسة الميصات جيج فهذه القصة هذي فانتش مرنا ملاش كوني الإعجاب ديركم والعجباتكم كمال عادة بارتاجيوا فهذه القصة وكان قصة تانية إن شاء الله القصة واقعية غادي نبارتاجيها معكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة فهذه اللي كان الإخوان وكمال عادة أخر حاجة اللي غادي نقول لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة